اليوم يحتفل العالم باليوم العالمي للتطوع في الخامس من شهر كانون الأول ديسمبر من كل عام بتكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة ينظر إلى هذا اليوم بوصفه فرصة فريدة للمتطوعين والمنظمات للاحتفال بجهودهم وتعزيز أعمالهم في أوساط منظماتهم والمنظمات غير الحكومية ووكالات منظمة الأمم المتحدة والسلطات الحكومية والقطاع الخاص يسهم برنامج متطوعي الأمم المتحدة بالإضافة إلى حجد آلاف المتطوعين سنويا يسهم في السلام والتنمية من خلال الدعوة إلى الاعتراف بالمتطوعين والعمل مع الشركاء لدمج الجهود التطوعية في برامج التنمية يطيح العمل التطوعي لأشد الناس تهميشا في المجتمع فرصة للمشاركة في عملية صنع القرار ومن أوائل الدول التي ألهمت العالم بمبادرات نوعية بالتطوع هي دولة الإمارات فقد قفزت خطوات كبيرة نحو تعزيز ثقافة العمل التطوعي ومن أولى الدول التي نجحت في تنظيم العمل التطوعي من خلال إنشاء مؤسسات وهيئات تعنى به ويظهر ذلك جليا في البرامج الإنسانية والخيرية التي تنفذ بسرعة فائقة وعلى درجة عالية من الكفاءة في العديد من الدول النجاحات بدأت بتتشين المنصة الوطنية للتطوع متطوعين ضد إمارات من قبل الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والذي سجل نفسه متطوعا في مجال صناعة الأمل والعمل البيئي وعكس الموقع الألكتروني متطوعين ضد إمارات الوجهة المثالية التي تجمع كل المهتمين بالتطوع للاندمام إليها وتوحيد الجهود لخدمة المجتمع الإماراتي بشكل منظم وموحد يأتي تعزيز ثقافة التطوع في الإمارات ليعكس مؤشرة رقي المجتمع وتكريس الإمارات وجهة عالمية بأعمال الخير وإرسال رسالة للعالم مفادها أن الدولة ترتقي بالإنسان وخاصة أن تاريخ الدولة حافل بالعطاء ما يعكس ثقافة متأصلة في المجتمع الإماراتي تؤكد أن العطاء هو منهج وأسلوب حياة كما أن ذلك يجسد رسالة محبة وتسامح وتنمية يرسلها قادة الدولة للعالم